موسيقى موسيقى رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيسة جمهورية مالطا بذكر الاستقلال موسيقى رئيس الوزراء يهنئ نظيره الاردني بتشكيل الحكومة موسيقى محافظ حضر موت يفتتح مشاريع في القطاع التربوي لتعزيز الاستقرار التعليمي ومؤكبة حركة التوسع والكثافة السكانية موسيقى السيدات والسادة اهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة نستهلها بخبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد محمد العليمي الذي بعث برقية تهنئة الى فخامة الرئيس مريام ديبونو رئيسة جمهورية مالطا هنأها فيها بمناسبة ذكر استقلال بلدها الصديق واعرب رئيس مجلس القيادة باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس ديبونو رجيا لها وافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مالطا التقدم الازتهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك برقية تهنئة الى اخيه الدكتور جعفر حسان وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وتشكيل حكومته الجديدة واداءها اليمين الدستورية واعرب الدكتور بن مبارك عن خالص تهانيه لنظيره الاردني ولكل اعضاء حكومته رجيا لهم النجاح في خدمة الشعب الاردني الشقيقة كما اعرب عن امله في ان تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مزيدا من التعاون الاخوية نوها بالمواقف الاردنية الداعمة لبلادنا وشعبها بهذه الظروف الاستثنائية كما اجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك اتصالا هاتفيا مع نائبة الامين العام للامم المتحدة امين محمد وذلك لبحث الاوضاع الحالية في بلادنا والية التعاون المشترك بين حكومة بلادنا ومنظمات الامم المتحدة وشدد دولة رئيس الوزراء خلال الاتصال على ضرورة ممارسة اقصى الضغوط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح العاملين الانسانيين المعتقلين لدى الميليشيات اعتقالهم مئة يوم كما بحثت خلال الاتصال السبل الممكن لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من جانبها جددت نائبة الامين العام للامم المتحدة التأكيد على ان الامم المتحدة ستظل شريكا اساسيا في جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة في بلادنا على اهمش المنتدى الاقتصادي الدولي لصناعة الصيد المنعقد بمدينة سانت بوترسبيرغ الروسية زار وزير الزراعة والريء والثروة السمكية لواسالم السقطري معرض صناعة الصيد والمأكلات البحرية والتكنولوجيا واكد الوزير السقطري ان مشاركة بلادنا في المنتدى ستدفع باتجاه العمل على مواصلة احياء العلاقات الاقتصادية التاريخية مع روسيا وتفعيل التعاون الاستراتيجي الذي يلبي تطلعات خطط الوزارة في مجالات الصيد البحري لتحقيق التنمية المستدامة مجيرا الى ان حرص الوزارة على الاستفادة من تقنية الشركات الروسية الحديثة في مجال الاصطياد السمكي اكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ان التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا تضيف مزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها حكومة بلادنا جراء انقلاب الميليشيات الحوثية الارهابية جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي نظامه المعهد الملكي البريطاني شاتام هاوس عن التحديات المناخية في بلادنا لمشاركة صناع سياسات وخبراء دوليين نقشت خلاله اثار هذه التحديات على جهود بناء السلام وسبل تعزيز دعم المجتمع الدولي كما استعرض الوزير الشرجبي جهود الحكومة في مواجهة الاخطار المناخية معكدا تأثير التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة وحياة المواطنين افتتح محافظ حضر موت الاستاذ مبخوت مبارك بن مواضي عددا من المشاريع في القطاع التربوي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلة وذلك في سياق اهتماماتها بالقطاع التربوي المحافظ بن مواضي افتتح مشروع مدرسة القاقين للتعليم الاساسي في منطقة الجاجين اضافة الى ستة فصول في مدرسة مليل بالحاشيات وستة فصول في مدرسة ناصر لوتاه بفوة كما افتتح مدرسة الفقيد اللواء سالم سعيد المنهالي بربوة المهندسين واحد عشر فصلا دراسيا في مدرسة سيدنا بلال بالرباح بحي الانشاءات بفوة مع مواصلة العمل لانشاء اربعة وعشرين فصلا اضافيا فيها كما افتتح المحافظ ايضا مدرسة المستقبل في منطقة حلب المكلة التي تضم ستة فصول ومختبرا ومكتبة واكد اهتمام السلطة المحلية بقطاع التربية والتعليم وتحسين البيئة المدرسية وفي اخبار الطقس مشاهدين تشهد مدن ساح الحضرموت اجواء صحتا الى غائمة جزئيا وريحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دفعت الرطبة النهارا الى معتدلة الرطبة الليلة فيما تشهد ارياف ساح الحضرموت والهضبة الجنوبية اجواء صحوة مع تفارق لبعض السحب وريحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا مائلة للبرودة ليلا وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية اجواء صحوة جافة وريحا معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة نهارا الى معتدلة جافة ليلا والان مشاهدين الى حالة الطقس نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالطا بذكر الاستقلال ورئيس الوزراء يهنئ نظيره الاردني بتشكيل الحكومة محافظ حضرموت يفتح مشاريع في القطاع التربوي لتعزيز الاستقرار التعليمي ووكبة حركة التوسع والكثافة السكانية ولمتابعة المزيد بالنشاراتنا الاخبارية يرجى زيارة حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت شكرا لكم على حسن المتابعة في امان الله